دستور لما نيجي نتكلم بدايةً كده دور المجلس الصحي المصري يمكن هاخد من كلام الأستاذ عبدو لما قال إنه الدستور المصري بيانص على الحق في الصحة وإنه للمصريين حق في الصحة الصحة لا تعني فقط المنشأة ولا الدواء ولا التجهيز لكن ركن أساسي من منظومة الصحة هو الفريق الصحي والحقيقة إنه المهن الصحية هي مهن تتطور وتتحدث بشكل سريع جدا وتحتاج دائما إلى ممارسة مستمرة وإلى تعلم مستمر لأنه كل يوم في مجال الصحة وفي مجال الطب فيه جديد طالب الطب بيدخل كلية الطب بعد السنوية العامة وبيبقى مسؤول عنه بشكل الآخر الجامعة اللي هو فيها والمجلس الأعلى للجامعات بيتخرج وبيحصل على الشهادة في المهن الصحية وبياخد فترة التدريب فترة التدريب دي بيبقى مسؤول عنه المجلس الأعلى المستشفيات الجامعية طيب انتهت فترة التدريب وخلاص هو دلوقتي يتدرب وعايز يروح يحصل على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة لما بياخد ترخيص مزاولة المهنة الفترة بقى اللي بعد ما يحصل فيها على ترخيص مزاولة المهنة وهو مكمل حياته المهنية وهنا بتكلم على الفريق الصحي كله هي فترة كانت دائما وابدا تحتاج إلى تدريب وتعلم واستمرار تطوير عفو المؤطرة دكتور حسام الجزئية دي قبل الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ايه بقى المعايير والمتطلبات اللي بيوتحها المجلس المصري انا بدخليني اقولك دور بقى المجلس في الجزئية الفترة دي كانت قبل انشاء المجلس الصحي المصري بالقانون رقم 12 لسنة 2022 كانت مبنية على الجهود التي تقدمها الجامعات في التطوير رغبة عضو الفريق الصحي سواء كان طبيب بشري طبيب اسنان صيدالة ايه طبيعي انه هو يتطور لكن لم يكن هناك كنان مؤسسي منظم ومنظم لهذه المسألة انشئ المجلس الصحي المصري بهدف تطوير التعليم المهني الصحي ما بعد الجامعي وده بيبدأ بدايته من امتى بدايته من زي ما حالك ذكرت كده انا النهاردة حصلت على شهادة التخرج وعايز اروح للجهة المختصة بالترخيص اللي هي وزارة الصحة والسكان عشان اخد ترخيص الجامعات بتعمل امتحانات مختلفة وطريقة التدريس اهي في مجملها واحد لكن في النهاية السؤال اللي بيجي لجامعة القاهرة مش هو السؤال اللي بيجي لجامعة عن شمس في كلية الطب او كلية الصيدلة مش هو السؤال اللي بيجي في السيوت ولكن كلهم في النهاية بيحصلوا على هذه الشهادة العظيمة اخدوا شهادة وعاديل بقى يرخصوا لهذا كان هناك ما يسمى بالامتحان المؤهل للحصول على ترخيص مزولة المهنة لكل المهن الصحية واحدة من ادوار المجلس الصحي المصري انه مسؤول عن عقد هذا الامتحان يبقى كل اللي اتخرجوا من الجامعات الحكومية ومن الجامعات الخاصة من المهن الصحية قبل ما ييجي عندنا في وزارة الصحة عشان يقول انا عايز ترخيص لازم يجتاز هذا الامتحان اللي هو امتحان موحد لكل خارجين الطب موحد لكل خارجين الصيدلة موحد لكل خارجين طب الاسنان المجلس دوره انه يعمل دي اول الخطوة الاولينية قبل ما تدخل في الممارسة بتعمل الامتحان اللي بيضمن نوع من المساواة ما بين كل الخارجين في كل الجامعات في كل التخصصات الصحية قبل ما يحصل على الترخيص حصل على الترخيص ومحتاج بقى يطور نفسه يستمر المجلس مسؤول عن الحتة التانية وهي الشهادة المهنية في التخصص انا عايز دخلت النهاردة طبك وحصلت على البكاريوس بقيت بقى مارس بشكل عام عايزة تخصص في الجراحة بشكل مهني عايزة تخصص في الانف والاذن والحنجرة هناك البورد المصري للتخصصات الصحية المختلفة موجود بقى في كل التخصصات الصحية الهدف الدولة بتسعى الى ايه تسعى الى انه يبقى فيه امتحان موحد زي امتحان سنوية العامة كده يبقى انا كدولة ضامن ان كل من يمارس تخصص الجراحة في اي حتة من جمهورية مصر العربية اجتاز الامتحان المؤهل لهذا التخصص وبقى عنده الحد الامن من الممارسة الصحية انا كمريض هستفيد ايه هستفيد انه الدكتور اللي انا بتعالج عنه في اقاصي في صعيد مصر او في شمال مصر او في القاهرة العاصمة حاصل على نفس المستوى من التعليم والتدريب يبقى انا النهاردة معدتش محتاج اني اجي اسافر من مكان الى مكان عشان انا بقول ده كاترة الحدتة الفلانية احسن كل الطباء المتخصصين حاصلين على المستوى واحد من التدريب وبعد كده بقى كل واحد وشطرته لكن انا كدولة مأنيت انه الممارسة الصحي بتاعي بيقدم خدمة صحية امنة لكل المواطنين بنفس القدر ودي واحدة من عدالة تقديم الخدمة الصحية واحدة اساسية جدا من اساسيات حق المواطن في الصحة اشتركوا في القناة